السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نرى أفكار مثل تكسر فلوس من خلال لافليت اول حاجة ايه هو لافليت لافليت ان فيه شركة معينة ببيع منتج فانت بتاخد منها الرابط وتبدأ ان انت تسويه ولو حد اشترى من خلال الرابط ده بيدخل لك نسبة من الفلوس على سبيل المثال الامازون عاملة لفصاريات اي حد يشتري من خلالك ويكون لك نسبة من الحاجة اللي بتتبيعها ممكن يكون انت عندك المدواني بتاعتك او تصرف حياتك على الفيس بوك أو تصرف حياتك على الانكتر ان المهم لك متابعين كتير فانت بتوصف منتج معين بتروعي طبعا ان انت متغسش الناس المتابعين بتوعك وتبدأ ان انت تكتب وصف ليه المنتج طيب ممكن يساعدك في ايه ممكن شدي بتي ساعدك طيب انت ممكن تقول له انا عندي المنتج كذا 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 وتكتب له وهو يعمل لك الوصف وتبدأ تحط الرابط او الكلام دوت في المدواني مثلا اكتب ليه لعطر رائحته جميلة ونفاذة بيبدأ اكتب لك الحاجات ديه طيب من ضمن التولز اللي بتساعد في كده ان انت ممكن تصطب اداة اسمها AIPRM4ShatGPT بسيب لك رابط اسفل فيديو ده بيجيب لك طولز تساعدك في اللي انت تقول له مثلا انا عايز وقت حدد له ان انت مثلا عايز الحاجات دي الامازون او كده او اليوتيوب او الفيسبوك مثلا تكتب هنا امازون فيجيب لك حاجة خاصة بالامازون او يونيك امازون برو دكتر فيو فتكتب فهو خلاص اعرف ان انت بتتكلم عن ايه يعني او كتبت له مثلا اا اللابتوب مش محتاج ان انا اقول له ان انا عايز الحاجة دي اللابتوب عشان اعمل اعلان موجود في الامازون طبعا انت بتصلح التعدلات يعني ان الى الخمشة الانش بكتر في السبعة واشر فتصلح الحاجات ويبقى انت كده عندك الموضوع الموضوع او النقط بس ان انت تحط اللينك بتاع الامازون وده سهل جدا هنا لما بتشترك هو بيديك الرابط اللي الناس من خلال لو دخلت بيبدأ يدخلك فلوس في الحساب بتاعك طيب من ضمن برضو اللي بيساعد ان هو يكتب مقال كواس جدا الموقع اسمه كاتب اهوت انت بقى تشوف مثلا عايز تعمل تصوير المنتجات فتدوس هنا وتبدأ تكتب له وصف كلمتين ثلاثة هو من خلاله يبدأ يعمل لك المقالة او الصفحة اللي انت عايز تنشوف تمام اسم المنتج وليكن مثلا عطر السحراء ما عرفش ايه عطر السحراء ده واصف المنتج بتكتبها رائحة جميلة ده من ضمن المواقع 하면 تكتب محتوى هايل بالعرب ثم كتاب Nochان مقال اكاديمي موقع اسم كوب اي اي ده برضو ممكن يكتب لك مقالة تحدد ان انت عايز تعمل ايه يبدأ يكتب لك المقالة انا عايز اصمم فيديو فالموقع ده متاس جدا في اللي كيه ده بيعمل ايه بتكتب له التيكست هو يبدأ يعملو لك فيديو فهيقول له نيو فايل ويقول لي اختار الاسم انجليش والعربي فيديو ولا اوديو فانا هنختار فيديو وبتبدأ بس ايه تيدي له الكلام هو يبدأ ان هو يقسمه على جمل بحيث ممكن يبقى فيه اكتر من شخص يتكلم فلو بتختار فيديو بيديك صورة تتقال مع الكلام بحيث ان يبقى عندك فيديو جاهز يعني ده هنا هي خلاص بتدس هنا وتبدأ تتكلم طيب ممكن اقول له ايه انا عايز هنا اه 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 اختار صورة حد تاني تمام الصورة دي انت عايز تغيرها فبدأ تدس عليها وتبدأ تختار صورة تانية زي كده خلاص هيبقى فيه فيديو هنا موجود تمام يعني عندما تجي تشغل هيبدأ تشغل الصوت ايش ليه وهيبقى تمام بعد كده ممكن تدقية تكمل الكلام كلهم واحدة تانية بعد ما تخلص هتقولك صورة وتاخد الفيديو دوت تروح ايه حطوا على اليوتيوب وتحط في الاخر الانك بتاع الشركة اللي انت عمل لها افليت ترجمة نانسي قنقر